النهاردة بيتوجه للمغرب يتوجه يوم 13 أكتوبر بإذن الله بطائرة خاصة زي ما كنا بنقول في الأخبار اللي فاتت لمواجهة الوداد النهاردة يعني ده كان خبر مهم جدا أنه فريقنا فريق الأهلي فريق الأول يوم 13 أكتوبر الشهر بيستعد لمواجهة الوداد المغربي مواجهة صعبة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا اللي هتتلعب زي ما حضركم عارفين يوم 17 أكتوبر كابتن سيد عبد الحفيظ النهاردة كان بيقول أنه تحدث مع موسماني المدير الفني للفريق كان بيتكلم عن رحلة الفريق للمغرب وقد إيه مدى الاستقرار أو تم الاستقرار على السفر يوم 13 من الشهر ده لملاقات الوداد وإن شاء الله طبعا العودة زي ما حضركم عارفين برضو في اليوم التالي للمباراة فالنهاردة فكرة أن أنت كمان لعبتك تسافر بطائرة خاصة ده مهم جدا بالنادي الأهلي بيوفر كل وسائل الراحة والدعم للعيبة ما يبقاش فيه أي عرقيل ما يبقاش فيه عدم راحة من أي نوع وده طبعا بالتنصيق مع مجلس إدارة النادي الأهلي يا كابتن هين طبيعا طبيعا ما فيش شك طبعا برئاسة كابتن محمود الخطيب بيوفر طائرة خاصة وده في الأوقات الأخيرة ده طبيعي أن احنا بنسافر بطائرة خاصة لكن كان مهم جدا أن احنا مسافرين إن شاء الله يوم 13 المباراة يوم 17 يوم 18 النادي الأهلي بيوصل بالسلامة يكون يا رب إن شاء الله محاق نتيجة إجابية هناك في المغرب كمان كابتن سيد عبد الحفيز يعني عمل بيقول إن كمان فيه حيكون فيه مسحة للعبين طبعا إجراءات احترازية على أعلى مستوى هيكون فيه مسحة طبية بالقاهرة وكمان هيكون فيه مسحة طبية في كازابلانكا كابتن سيد عبد الحفيز قال إن بأسة الفريق إن شاء الله إلا حتسافر يوم 13 بإذن الله هيكون لها قبل ما تطلع من مطار القاهرة هيكون فيه مسحة للتأكد من سلامة اللاعبين وإن شاء الله كمان الوصول لكازابلانكا فيه مسحة طبية وإن شاء الله نتمنى طبعا التوفيق للنادي الأهلي ويكون كل اللعيبة سليمة إن شاء الله حتى ملف الإصابات إن شاء الله بإذن الله إحنا نطمئنا أحمد الشناوي عنده شوية شد خفيف إن شاء الله في العدلة الضمة بدأ إن شاء الله يعني يكون بإذن الله يكون موجود غير طبعا مسيماني ورؤيته الفنية لمباراة الولاد اللي أعتقد إنها إن شاء الله بإذن الله هو الراجل مصمم الراجل عنده فكر معين أنا حتى بره الهوى كمان كلمته على مباراة الوداية بشكل ودي كده قال طبعا هي مباراة كبيرة لكن هو عنده طموح والريدي هو كمان مفكر فيه سيناريو المباراة لأن السيناريو المباراة الكبيرة بتاخد كذا سيناريو على مستوى المباراة نفسها وهو أتكلم معي أنا هو محضر سيناريو لو حصل حاجة حتى أول ربع ساعة نص ساعة فأنا شايف زي ما بقولك هو الراجل عنده شغب كبير جدا وعنده عين وعنده كمان خبرك ويسأون كل ده يا رب إن شاء الله يترجم إن شاء الله يوم 17 إن شاء الله بنتيجة أجابي يا رب بمناسبة السفر للمغرب وطبعا كان نهاردة طبعا كابتن سيد عبد الحفيز كان له كلام كتير قوي خاصة ببعتة الفريق اللي هتسفر المغرب إن شاء الله يوم 13 والحقيقة برضو في ناس كانت بتسأل جدا كتير قوي عن موضوع علي معلول هينضم جرالد وأخباره إيه لأنه حضراتكم عارفين أن المنتخبان الإنجولي والتونسي كان طبعا طلب اللاعبين فالنهاردة الكابتن سيد عبد الحفيز قال إن ثنائي التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو هيلحقوا ببعتة الفريق في المغرب بعد ما ينتهموا عسكر منتخبات بلادهم المنتخبين الإنجولي والتونسي يوم 13 إن شاء الله الجاري علشان يكونوا أيضا من ضم الفريق أو اللاعيبة اللي هتشارك فيه مباراة الوداد المهمة جدا إن شاء الله أكيد وطبعا فيه طبعا يعني كل دي إجراءات مهمة جدا لكن خلينا نطمن الناس يعني نطمن الناس بالنسبة لحرص المرمى حرص المرمى عندنا ما شاء الله على أعلى مستوى الشيناوي بيقدم موسم أكتر من رائع الأشعة اللي خضع عليها محمد الشيناوي حارس مرمى فريقنا بالنادي الأهلي قال إنه عنده العضلة الضمة شوي عنده إجهاد في العضلة الضمة يعني أثبتت الإصابة شد خفيف في العضلة الضمة ده طبعا فيه مباراة المقولين العرب اللي انتهت طبعا بفوز النادي الأهلي زي ما حضرتكم عارفين واحد سفر وكان الشيناوي كان بيشتك شوي يعني كابتن سيد عبد الحفيز قال إن الجهاز الفني أو الجهاز الطبي حدد برنامج تأهيلي بيستقنب فيه طبعا اللاعب تجهيزه للمباراة الوداد المهمة جدا إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لمحمد الشيناوي كل التوفيق للعيبة ويكونوا إن شاء الله على يعني زي ما بنقول جاهزين على المستوى البدني وعلى المستوى الفني وعلى المستوى المعناوي إن شاء الله بشكل كبير جدا ويحققوا نتيجة طيبة إن شاء الله ويحققوا نتيجة طيبة إن شاء الله بشكل كبير جدا